موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجهز الرابع من قناة مرابطون أهلا بكم نظمت جمعية الخير للتنمية بتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية حفلا بن واكشوت لصالح الأيتام الذين تتولى الجمعية وكفالتهم هذا وتكفل الجمعية وأكثر من أربعة آلاف يتيم تقدم لهم برامج تعليمية وترفيهية وصحية كما يستفيدون من بعض المساعدات المالية وتنظيم رحلات استكشافية بشكل دوري أطلق صباح لهم بن واكشوت صراح واثنين من مناضل حركة انبعاث الحركة الإنعتاقية إيرا بعد إكمالهما سنة نافذة كان قد حكم عليهما بها على خلفية ما بات يعرف بمزارع دار النعيم وقد تجمهر العشرات من مناضل المبادرة أمام السجن المدني في استقبالهما دعين السلطات الموريتانية إلى الإفراج عن باقي معتقل المبادرة نظمت الكنفترالية الحرة لعمال موريتانيا ملتقا تكوينيا بن واكشوت حول المهمة القانونية الموريتانية لمناهضة العبودية الملتقى الذي انطلق صباح اليوم في معاصمة واكشوت شارك فيه عدد من الناشطين الحقوقيين والفاعلين في بعض منظمات المجتمع المدني أشهد وزير المصالحة المالية ذهب والسيد محمد بالاتفاقية التي طرحت مؤخرا في العاصمة الجزائر لحل المشكلة الأزوادي معتبرا إياها منصفة لمختلف الأطراف وقال والسيد محمد خلال مؤتمر صحفي عقده بن واكشوت إن دول الجوار وخصوصا موريتانيا والجزائر كان لهم دور بارز في هذه الاتفاقية التي قال إنها أخذت الوقت الكافي لتكون شاملة للقضايا الجوهرية دعا رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البلخير المعارضة والنظام لتوسيع رقعة الحوار والتشاور ليشمل كافة القوى السياسية في البلاد من أجل التوصل إلى تأسيس جمهورية حقيقية ترسي دعائم الحرية والكرامة لكافة أفراد الشعب وأتضع حدا للتهميش المستمر للعديد من الفئات في البلاد حسب تعبيره فاز نادي الكسر على نادي الجيش الوطني بثلاثية نظيفة في جولة التاسعة عشر من الدوري الموريتاني لكرة القدم قلصت فارق الصدارة إلى ثلاث نقاط مع المتصدر نادي تفرغ زينة ليشتد الصراع بذلك على لقب بطولة دوريه هذا العام بين ثلاثة أندية هي تفرغ زينة وسنيم ولكسر يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامجي للقناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة السادسة نشرة إخبارية مفصلة حتى ذلك الوقت إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة